السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدل الله إن شاء الله سوف نستكمل درسنا في العصر الماضية ونراجع مع بعض مهارتنا لقف الكرة من الأعلى وليوم بدل الله سوف نراجع أيضا مع بعض لقف الكرة من الأسفل ونضيف بعض المعلومات إن شاء الله ونأكد ونحاول نطبقها مع بعض أكثر من مرة حتى نتقنها بإذن الله من الأعلى وأيضا من الأسفل الآن ننتقل مع بعض إلى مراجعة بسيطة للدرسنا في الحصة الماضية تكلمنا في الحصة الماضية عن مهارة لقف الكرة من الأعلى وهي تؤدى على النحو التالي رقم واحد تكون الذراعان ممدودتين وتتحرك اليدين إلى أعلى في مسار اتجاه الكرة نشاهد الآن الذراعين تشيء لمام وإلى الأعلى استعدادا للقف الكرة اثنين تتجه كفاء اليدين إلى أسفل وتشير الأصابع الأمام وإلى الأعلى والإبهامان للداخل هذا الإبهام الآن يشير إلى الداخل والأصابع إلى الأمام وإلى الأعلى وراحة اليد تشير إلى الأسفل ثلاثة تثنى الذراعان عند التقاء الكرة لامتصاص قوة اندفاع الكرة عند التقاء الكرة باليد ولقفها يتمثني الذراعية لامتصاص اندفاعها وأخيرا يتحدى الوضع للذراعين بحسب مستوى طيران الكرة نشاهد الآن مع بعض أنت توضيح ووضحنا طريقة الأداء الصحيح لمهارة لقف الكرة من الأعلى نشاهد الآن ذراعين إلى الأعلى ويمساكها باليدين ويكون في التوافق مثل ما ذكرنا بين اليدين والذراعين والكرة شاهد الآن يكون اليدين على مستوى الصدر ثم إلى الأعلى حتى مسك واستقبال الكرة والآن ننتقل مع بعض إلى تمريننا اليوم تمرين وسيط وسهل يبج الجميع الآن أن يكون جاهز ومن ستاتت lavoro لليوم غير جميع أن يكون واقف لابس زير رياضي واستعد بإذن الله تمرين اليوم تمرين الرحماء نهيه فيها الجسم عندنا التمرين الأول المشي بالمكان بصرعة خفيفة وبعد ننتقل مع بعض اللي صرعة متوسطة في المكان جميع مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشر استمر بصرعة متوسطة واحد اثنين حركة تبدلية بين الذراعين والقدمين ممتازين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تبني الثاني وقوف ذراعين للأعلى والنزول ولمس باطن القدم ورجوع مرة أخرى إلى الأعلى واخذ خطوة إلى الجهة الأخرى ولمس باطن القدم باليد الأخرى ثم الرجوع مرة أخرى إلى وضع البداية الجمع جاهز مع بعض تمرين ابتدي خطوة ولمس باطن القدم رجوع ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد ثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف ثلاثة وقوف ثرعين للجانب تحريكها إلى الأمام بشكل داري من مفصل الكتف الجمع جاهز مع بعض التمرين ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة عشرة استمر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مبعض في المكان قوة صحيح أخذ الشيق السفير مرة ثانية تحزين أبطال الآن ننتقل لدرسنا اليوم اليوم بدنا نتكلم عن لقف الكرة بطريقة صحية في بداية تكلمنا عن مهارة لقف واستقبال واستلام الكرة طلب أدى هذه المهارة التوافق العصبي العضلي لابد يكون في هناك توافق العضلي وأيضا العصبي في الجسم بين اليدين والعينين والكرة عند استخدام اليدين للقف الكرة بعد رميها تكلمنا أنه يكون لقف على مسويين قلنا اللقف من أسفل اليوم نشرحها بالتفصيل وإدى حين تكون الكرة المراد لقفها في مستوى أسفل وسط الجسم مثل وضحها ما مكون الآن في هذا المستوى يسمى اللقف من أسفل وأيضا اللقف من الأعلى يكون أعلى من الصدر أو أعلى من الحوف يكون تقريبا في هذا المستوى وتتم مهارة لقف الكرة من أسفل على النحو التالي واحد تكون الذراعان مبدودتين وتحرك اليدين إلى أسفل نشاهد الآن الفرق اللي الذراعين تكون إيش إلى الأسفل بعكس من الأعلى أو لقف الكرة من الأعلى وأيضا تشير اليد وراحة اليد إلى الأعلى تجي كفى اليدين إلى الأعلى مثلما تشير الأصاب إلى الأمام إلى الأسفل والإبهام للخارج نحظ الآن هذا الإبهام يكون إلى الخارج وأيضا لإبهام اليد الأخرى يكون إلى الخارج ثلاثة 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 ذراعين عند التقاء الكرة لإمتصاص قوة اندفاع الكرة هذه النقطة مقاربة النقطة السابقة عند لقف الكرة يتمثني الذراعين لإمتصاص الكرة وأيضا تعدى الوضع الذراعين بحسب مستوى الطيران الكرة نشاهد الآن توضيح ووضيحنا طريقة الأداء الصحيح للمهارة شاهد الآن اليدين إلى أسفل استعدادا لاستقبال الكرة نلاحظ الآن استقبالها على مستوى أسفل من الصدر نشاهد مرة أخرى رميها ويكون توافق بين الذراعين وأيضا الكرة والعينين نبي الآن من الجميع نطبق مع بعض جميع حضر الكرة عشان نقدر نأدي المهارة بالشكل الصحيح كرة مناسبة لقف الكرة مثل ما ذكرنا لقف الكرة يكون الذراعين للأمام مع ثاني بسيط في ركبتين ويتكون إلى الأسفل وتشير الأصابع إلى الأمام وإلى الأسفل استقباله بهذا الشكل مع ثاني بسيط في الذراعين وأيضا في الركبتين نبي الآن نأديها مع بعض جميع جهز مع بعض نقف صحيح ثاني بسيط في ركبتين الذراعين ويسل أعلى إلى الأسفل إلى أمام وإلى الأسفل استعداد مع بعض واحد اثنين ثلاثة نشاهد الآن ثاني بسيط في الذراعين أثناء لقف الكرة نطبق المرة ثانية الجميع مع بعض نقف صحيح ثاني بسيط ركبتين الذراعين الأمام وإلى الأسفل واحد اثنين ثلاثة نشاهد الآن لقفها واستلامها إلى الداخل إن شاء الله جميع طبق معنا لقف الكرة من الأسفل الآن ناخد مراجعة بسيطة على درسنا اليوم اللقف هو استقبال واستلام الكرة ويكون على مستويين خذنا عنه المستوى الأول وأيضاً تكلمنا عن المستوى الثاني ممتازين أبطال المستوى الأول يكون اللقف من الأسفل وتكلمنا عنه اليوم بالتفصيل وأخذنا مقطع توضيحي وأيضاً اللقف من الأعلى بكذا يا أصدقائي تكون انتهينا وتعرفنا مع بعض على مهارتنا لقف الكرة من الأسفل يغطيكم العافية جميعاً على الحسن الصادق والمستماعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته